هكذا السلام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نحضر اليوم في هذا المساء بمركز تكوينه المرأة اثنان بحي رياض حيث جمعية الأمل لإعانات أطفاضة والحجياجات الخاصة تنظيم التقويم الإشهادي لمحاربة الأمية دورة يونيو 2012 هذه الإشهادات التي يوافين بها أكثر رئيس جمعية الأمل السيد عمر ملكوي السيد عمر مرحبا بكم الله يرحب بك خير شكرا معلومة حول هذه الإشهادات التي يقوم بها المستفيدات في محام الأمية أولا أود أن أشكركم أولاين ميدالز على هذه الكتفات النبيلة وعلاقة بالموضوع فإن جمعية الأمل للأطفال والحجياجات الخاصة تقوم بتنظيم التقويم الإشهادي على الكفاءة المكتسبة في مجال محروق الأمية وتعد هذه المتحانة الأولى في هذا الإقليم بحيث وصل أعداد المترشحات 36 يوم ومرضها قد تشرفنا وبالتنسيق مع بعيز المصلحة السيعدة المصلحة المفصلة بمحاربة الأمية بمتحة أضريفة وتوسيع المواضيع المترشحات وهذا المائع وهذا النشط هو من بين مجموعة من الأنشطة كذلك في نشط في محاربة في تربية غير نظامية الذي سيعرف امتحة التشالي كذلك في أخير في الأسبوع المقبل يوم 23 واربعة في سنة الدراسية 2011-2012 والنجمية كذلك تقوم بمجموعة من الأنشطة خاصة بالنساء وهي مستمرة في هذا الأنشطة وشكرا لكم على الانتفاة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة